كيف ولماذا فات المحقق الكبير الإمام الخوئي ما وصل إليه أحمد الكاتب حول وجود المهدي هذا سؤال طرحه علي أحد الأخوان وهذا نص سؤاله يقول السلام عليكم طبعا اطلعت على أجوبتكم ولا أجدني مكتف بها وليس انشدادا لموروثاتي العقدية بل لكوني صعب المرأس في كل شأن من شؤوني الحياتية والاعتقادية ولو لم أكن كذلك لما خرجت من الشرنقة التي دعتني ودفعتني لاحتمال وجود الحق في جانب آخر أو في ضفة أخرى معما لهذا الطبع السيء من آلام ومتاعب لكنه لا زمني منذ طفولة ولذلك كنت دائما تشكيك في كل شيء حتى دجنت على المقولات والقوالب الكلامية الجاهزة والمعلبة عموما يتبادر إلى ذهني سؤال محير وإن كان لا يندرج تحت عنوان الأسئلة المنتجة أو الفعالة والذكية وهو كيف فات ما وصلتم إليه على السيد الخوئي وهو معروف بالنباهة والذكاء والفطنة وكثرة التحقيق في المطالب والتذقيق فيها والجرأة في رفض الكثير من الروايات والمتبنيات والصرامة في قبول المسلمات والذي يعظو ذلك هو وبالاعتماد على منهجه السندي وصل إلى ضعف الروايات القائلة بولادة ابن للحسن العسكري في الحقيقة أود أن أصحح السؤال هو لم يصل هو إلى هذا الموضوع لم يبحث هذا الموضوع يعني وصل يعني تبنى منهجا تحقيقيا في سند الروايات وضعف الكثير من الروايات وجاء تلميذه السيد كمال الحيدري فبحث هذا الموضوع بعدما دعوته إلى ذلك ضمن حواراتنا التي جرت بيننا فبحث الروايات التي موجودة في الكافي تثبت ولادة ابن للإمام العسكري فعلى ضوء منهج السيد الخوئي تلميذه السيد كمال الحيدري بحث هذه الروايات ووجد أنها ضعيفة يعني الروايات الذين يروون روايات ولادة ووجود الإمام المهدي ابن الحسن العسكري هؤلاء الرواب ضعاف يضعفهم السيد الخوئي في أماكن أخرى ولكنه لم يطبق ما وصل عليه في التحقيق حول أولئك الرجال حول تلك الروايات لذلك السيد الخوئي لم يقل أن الإمام المهدي غير موجود ولم يقل أن الروايات هذه الروايات ضعيفة إنما ضعف رجالها في أماكن أخرى وجاء السيد كمال الحيدري فقال أن هذه الروايات ضعيفة لأن رواتها ضعاف ولا تثبت هذا الموضوع وكنت أنا في بحثي حول وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري قد بحثت هذه الروايات في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقه وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي يحمل عنوان الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية بحثت هذه الروايات جميعها ووصلت إلى أنها روايات ضعيفة ليس فقط على منهج السيد الخوئي وإنما على ألم الرجال بصورة عامة يعني كل علماء الرجال السابقون من القرن الرابع والخامس يضعفون هؤلاء الروايات ولكن لم يتم المطابقة أو تطبيق موضوع معين على موضوع آخر هؤلاء يعترفون حتى الشيخ الطوسي الذي ينقل كثيرا من هذه الروايات هو يقول هؤلاء الروايات ضعاف وهذه الروايات ضعيفة أيضا ولكنه يقول نحن نعتمد على الدليل العقلي وكل من كتب في هذا الموضوع كتابا أو كتابة جادة ويعني شوية فيها بحث وتدقيق يعرف أن هذه الروايات هي إشاعات أساسا إشاعات مغالية وإشاعات يعني غير طبيعية جدا فيها خرافات فيها أساطير فيها أشياء علم غيب فيها معاجز فيها أشياء كثيرة لم تتحقق في زمان الأئمة كلهم ولا زمان النبي محمد صلاة الله سلامه عليه فيعترفون يقولون هذه الروايات ضعيفة نحن لا نعتمد على الدليل التاريخي ولا حتى على الدليل الروائي يقولون نعتمد بصورة أساسية على ما يسمونه الدليل العقلي الدليل العقلي اللي هو دليل نظري في الحقيقة وليس عقليا بعض مقدمات عقلية ولكن ليس كل المقدمات عقلية ولذلك لا يمكن أن نطلق عليه هذا الدليل العقلي حتى الشيخ الصديق يقول أنه مجازا أن نسميه دليل عقلي وإلا هو يعتمد على مقولات يعني كلامية على بعض الأحاديث وبالتالي يصبح هذا ليس دليل عقلي لا يمكن أن يصل إليه كل إنسان الدليل العقلي هو الذي يصل إليه كل إنسان أما أنت إذا جبت مقدمات عديدة وبعضها كان عقليا مثل الأرض لا يمكن أن تخلو من إمام من حاكم يعني ما يمكن فوضى تعيش البلاد هذا دليل عقلي أولي ولكن المقدمات التالية هي مقدمات نظرية وليست عقلية على أي حال فإذن أنا أصحح السؤال أولا أن السيد الخوئي لم يصل إلى هذه النتيجة ولم يبحث هذه الروايات إنما بحث الرواة وضعفهم وبالتالي فإذا أخذنا هذه النتيجة وطبقناها على روايات ولادة ابن الإمام العسكري فسوف نكتشف أن هذه الروايات ضعيفة لأن رواتها ضعاف نحن طرحنا هذا الموضوع هذا السؤال وأجاب بعض الأخوة يعني كل واحد صار يحلل مثلا في رأس الرائع يقول ربما لم يمتلك الجرأة الكافية لرفض عقيدة المهدي التي تشكل حجر الزاوية في النظرية الإمامية الأثنية عشرية وأنا أعتقد لم يبحثها لم يبحث الموضوع ما عنده جرأة لرفضها الأخ سيد منافس سعبري يقول الاعتبارات الأخرى حاضرة مع الإنسان دائما فهو قد يصل إلى حقيقة معينة لكن يغفل أو يغلف ما وصل إليه بألف غطاء حتى يحافظ على ما هو أقدس من الحقيقة بنظره الأخ حسن ردين يقول منعته مصلحة المذهب أولا وأمور أخرى ثانيا الأخ فيصل الخالدي يقول السيد الخوي اكتشف سرا خطيرا يهدد حياته المهنية وشخصية لأنه لو تفوه بكلمة واحدة من تحقيقه في الرواتي الناقلين والنواب العامين الذين دعوا وجوده ابن الحسن العسكري لكفر وأبعد من زعامة المرجعية وظلل ولن يعطيه أحدهم درهم واحد يعني هذا كلام فرضي لأنه أساسا لن يبحث هذا الموضوع يعني أنا ما وجدت لبحث أبدا كل أبحاثة في علم الرجال وفي الأصول وفي الفقه موجودة ومكتوبة وطلابا كلهم ناقليها وكاتبيها ولكن في هذا الموضوع لا يوجد أي بحث لدي في الحقيقة يعني الأجوبة يعني مختلفة